هبة تضامنية واسعة لسكان حي بودرع طالح السفل بولاية قسنطينة وهذا من أجل تعبيد الطرقات داخل الحي وتحسين التهيئة الخارجية بين أزيقته وكل هذا من حر مالهم وكما قاله المسؤولين لا يأتي على رحمنا وما كانش بعد وزيد لا يأتي حبا يأتي على رحمنا التموين من الشعب الشعب الحمد لله كل يوم نظر على الناس وهذا يعطينا 500 مليون وهذا ما يمدننا شوية مشكلة شوية وشوية والحمد لله احنا وقامنا بالواجب بتاعنا وقعدين نخدمه في الحي بتاعنا بشوية من طريق هذه نخدم فيها من جيوبنا حوالوا تاني سنطيم هات مياه هات مليون وكترون نخدم فيها مبادرات سكان الحي بعد وهنا قاعد يعاون فينا هذا الحي يعرف تهميشا كبيرا فهو لم يعرف اية مشارعة تنموية منذ اكثر من خمسين سنة يعاونونا كما يقول احنا دخصنا السيمة يجيبونا السيمة من الوزين احنا الموم يجيوهما يخدموش ليقدروا يديروهما رمسونين على الحي هذا وحنا رئيس البلد يتحيبو درعسال احنا وما نعرفوش احنا وما نعرفوش وجام يشوفنا وجام يجهنا وجام يطل وما يعرف كي يقول الحي تعنا بيك احنا وما يعرفوش خلاص اغلفة مالية كبيرة تضخ كل سنة في خزينة البلدية وهذا من اجل منح المواطنين حية كريمة الا ان الواقع يثبت عكس ذلك فعندما يضطر المواطن لتجويع ابنائه من اجل تعبيد الطريق فحتما هنا يجب محاسبة المسؤولين المتخاذدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة